المخطط الهيكلي لولاية صور ومشروع صور داون تاون ومشاريع تجميلية أخرى تم استعراضها خلال اجتماع المجلس البلدي لمحافظة جنوب الشرقية كما تم خلال الاجتماع تقديم عروض مرئية لملامح الخطة التنفيذية للسنة الحالية لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني من ضمنها مبادرة الأحياء السكنية المتكاملة صروح بالإضافة إلى مناقشة تطوير رأس حلف بولاية مصيرة والمخطط الهيكلي للولاية وبعض المشاريع الخاصة بخدمات الصيادين كما استعرض المجلس موضوع بيانات مرتبطة بالبوابة الجغرافية المكانية للهيئة الوطنية للمساحة ترأس الجلسة سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية رئيس المجلس